نيابياً يعتزم مجلس النواب عقد جلسة اعتيادية يوم غد الثلاثة لاستكمال القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل بالإضافة إلى المضي بالقراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري هذا ويواصل برمان سياسته في تهميش القوانين التي ينتظرها الشعب ومن بينها قانون العفو العام في وقت يصر على تمرين عدد من القوانين المثيرة للجدل بالإضافة إلى تمرين مشاريع قوانين روتينية وغير مهمة من بينها قانون حماية الملكية الفكرية الذي يضعه في جدول أعمال كل جلسة من دون قراءته